بشهر أربعة سنة 1989 دخل تقريباً 30 مراهق من أصول إفريقية على منتزه سنترال بارك في مدينة نويورك وصاروا يزعجوا الناس اللي هناك يضربوا الناس ويسرقوا ويرموا حجار فالناس اللي بالمنتزه اتصلوا بالشرطة وإجت الشرطة ومسكت عدة مراهقين منهم والباقي هرب لكن أثناء تواجد الشرطة في المنتزه تم اكتشاف إشي يغير حياة هدول المراهقين للأبد كيفكم؟ اليوم بدأي أحكي عن مسلسل أمريكي قصير من أربع حلقات فقط اسمه وين ذي سياس أنتج سنة 2019 ففي البداية خليني أحكي عن المسلسل بدون حرق أحداث وبعدها سأحكي عن نهاية المسلسل وسأحكي كمان عن بعض الحقائق والمعلومات المهمة اللي ما ذكرها المسلسل المسلسل مستوحى من أحداث حقيقية صارت بمدينة نويورك سنة 1989 بحادثة انشهرت باسم سنترال بارك جيجار كيس قضية شغلة الرأي العام الأمريكي لفترة كثيرة طويلة فمثل ما حكيت سنة 1989 دخل حوالي 30 مراهق على سنترال بارك في نويورك وعملوا مشاكل وآذوا بعض الناس فالناس اللي بالمنتزه اتصلوا بالشرطة فإجت الشرطة واعتقلت مجموعة من المراهقين لكن أثناء تواجد الشرطة في المنتزه اكتشفوا بين الأشجار جسد فتاة تم اغتصابها والاعتداء عليها بالضرب وتركوها تنزف وتموت ببطوء فالشرطة فورا حاولت إسعافها اللي كانت طبعا فاقد الواعي في حينها وبدأت الشرطة فورا بالتحقيق مع المراهقين اللي اعتقلتهم وبالنهائية تم توجيه أصابع الاتهام نحو خمسة من المراهقين أهالي المراهقين الخمسة على صعوبة أوضاعهم المادية قاموا بتعيين محامين للدفاع عن أبنائهم وصارت محاكمات كثيرة واتهام ودفاع وأدلة وأدلة مضادة واستدعاء شهود وغيرها كثير من الأحداث المثيرة والمشغبقة طبعا الفتاة ضحية الاعتداء دخلت بغيبوبة لمدة أسبوعين تقريبا وبعد ما صحيت من غيبوبتها كانت فاقدة الذاكرة ذاكرتها اضررت بشكل كثير كبير وما قدرت تذكر ولا أي شيء عن الحادثة خارج المحكمة كانت الصحافة وراء العام مشتعل ومنقسم بشكل كبير حول الموضوع البعض شاف أن المراهقين أبرياء وأن الشرطة اتهمتهم بدون أي أدلة واضحة لمجرد أنهم سود البشرة وهون انطرح الموضوع القديم الجديد وهو عنصورية الشرطة الأمريكية تجاه سود البشرة أما البعض الآخر فرأى أن المراهقين مذنبين ويجب إيقاع أقصى عقوبة عليهم مشان يكونوا عبرة لغيرهم كان من أصحاب هذا الرأي دونالد ترامب اللي دفع من جيبته تقريبا 100 ألف دولار لحملات ترويجية على الصفحات الأولى من كل الصحف الكبيرة يطالب فيها إبعادة تطبيق حكم الإعدام وطالب كمان بالذات بإعدام هذول المراهقين وكتب أنه ما بدنا نفهم دوافعهم وما بدنا نحلل تصرفاتهم بدنا بس نكرههم ونعدمهم المسلسل بيحكي عن الجريمة والفساد والعنصرية والفقر والصداقة وكمان بيصلت ضوء على معاناة الأهل معاناة نفسية ومعاناة مادية لتفع تكلفة المحامين فإحضر المسلسل لكي تعرفوا ما حدث بالمحاكم وما حدث بالمستقبل المراهقين ورح تتفاجأوا قصة أغرب من الخيال يعني بالمسلسل رح تبكوا ورح تحزنوا ورح تغضبوا ورح تشعروا بمشاعر غريبة وانتوا بتحضروا بالمسلسل فهذا خليني أنتقل لجزء الثاني من الحلقة للحديث عن تفاصيل أكثر وعن بعض المعلومات المهمة اللي ما ذكرها المسلسل عن القضية أثناء التحقيقات مع المراهقين في مركز الشرطة المراهقين اعترفوا أمام الكاميرا أنهم مذنبين والتسجيلات الحقيقية لإعترافاتهم على فكرة تقدروا تحضروها لأنها موجودة بالكامل على اليوتيوب لكن في المحكمة المراهقين الخمسة أنكروا اعترافهم هذا وحكوا أنه اعترافهم هذا كان بالإكراه والإجبار وتحت التهديد المهم بعد محاكمات وجلسات عديدة قررت المحكمة بجلستها النهائية الحكم على المراهقين بأقصى عقوبة ممكنة فتراوحت الأحكام ما بين 10 سنوات ل20 سنة بحسب التهمة وبحسب عمر المراهق أربع مراهقين منهم تم إداعهم بمراكز الأحداث إلا المراهق الخامس اللي كان عمره متجاوز 16 سنة بإشيء بسيط فتمت معاملته كبلغ المهم المراهقين انسجنوا والقضية اعتبرت انتهت والإعلام والناس نسيوا الموضوع لكن بعد 10 سنوات تقريبا بسنة 2002 بالتحديد بعد 10 سنوات ضاعت من عمرهم طلع شخص فجأة اسمه ريس واعترف للشرطة انه هو المذنب الحقيقي الشرطة تحققت من اعترافه وتبين انه اعترافه حقيقي أي انه المراهقين الخمسة أبرياء فتم فورا اسقاط كل التهم والإفراج عنهم فما تنسوا القصة حقيقية يا جماعة طبعا فورا الشباب الخمسة بطلوا مراهقين صاروا شباب رفعوا قضية ضد شرطة نيويورك وبسنة 2014 مصلوا لتسوية مع الحكومة وحصلوا على تعويض قيمة 41 مليون دولار وحاليا الشباب الخمسة صاروا بالخمسين تقريبا من أعمارهم وتزوجوا وأنجبوا ومعظمهم صاروا ناشطين وحقوقيين في مجال حقوق الأحداث والمسجونين المظلومين وبطلعوا كل فترة بلقاءات كان آخر لقاء لهم كان لقاء كثير مهم كان مع أوبرا وينيفري مع طاقم عمل المسلسل بالكامل كمان موجود الفيديو بالكامل على اليوتيوب لمدة ساعة بتقدروا تحضروا طيب خليلني أرجع أحكي شوي عن الفتاة ضحية الاعتداء الفتاة كان عمرها 28 سنة وقت الاعتداء الاعتداء عليها أذىها جسديا كثير وكان عندها كسور في الجمجمة وبعد استيقاظها من الغيبوبة كانت عاجزة عن المشي وعن الكلام وعن شغلات كثير فظلت فترة طويلة تتعالج جسديا ونفسيا وبعد تعافيها وخروجها من المستشفى فورا استقالت من وظيفتها وبدأت تعمل كمعالجة نفسية للناجيات من الاعتداءات الجنسية فطوال فترة المحاكمة اللي صارت سنة 89 و 91 هوية المعتدى عليها كانت سرية وما تم الإعلان عن اسمها ولا عن أي معلومات عنها لكن بعد 14 سنة من الحادثة يعني بسنة 2003 خرجت تريشا ميلي وأظهرت نفسها للعلن وللإعلام ونشرت كتاب بروق قصتها طيب شو المعلومات المهمة اللي ما ذكرها المسلسل ركزوا معي بسنة 2002 وبعد اسقاط كل التهم عن الشباب الخمسة قررت إدارة شرطة نيويورك إنها تشكل لجنة لكي يدرسوا القضية بالكامل وبكل تفاصيلها لكي يعرفوا أسباب الخطأ لكي يعاقبوا المخطئين ومشان يعملوا أصلاحات لإجراءات التحقيق مشان هذا الخطأ ما يتكرر مرة تانية اللجنة كانت مشكلة من قامات قانونية من خارج شرطة نيويورك اللجنة بعد ثانية تقريبا خرجت بالنتائج التالية إنه اعتراف ريس للشخص اللي اعترف أنه هو المذنب الحقيقي اعترافه وثبوت قيامه بالاغتصاب ما بتعني براءة المراهقين الخمسة أي نعم ريس اعترف أنه قام بالاعتداء لوحده هو هيك اعتراف أنه قام بالاعتداء لوحده لكن بحسب اللجنة فكلمته هاي ما بتعني إشي أمام الأدلة اللي كانت ضد المراهقين الخمسة اللجنة قالت أنه المراهقين الخمسة على الأرجح شاركوا في الاعتداء على الفتاة بالإضافة لريس أو أنه ريس انتظر حتى انتهى الخمسة من الاعتداء ثم اعتدوا بدوروا عليها وبالتالي اللجنة بتشوف أنه إجراءات الشرطة بالقضية سنة 89 كانت صحيحة وحسب الأصول وبخصوص الاعترافات المسجلة بالفيديو قالت اللجنة أنه أي نعم في بعض التضارب بين اعترافاتهم في بعض التفاصيل لكن بشكل عام شافت اللجنة أنه فيه اتفاق عام بيناتهم على الأحداث العامة هذا التقرير اللي طلع تبنته حكومة نيويورك لكي تأخر كثير الشباب الخمسة حتى حصلوا على تعويضهم المالي لأن حكومة نيويورك كانوا رافضين الاعتراف ببراءتهم الكاملة بناء على تقرير اللجنة لكن في سنة 2014 قررت الحكومة أنها تسكر هذه الصفحة وردخت للقضية ووصلوا لتسوية وأعطوهم مبلغ التعويض لكن حتى بعد التسوية ظهرت عدة أصوات ترفض قرار تبرئة الشباب الخمسة وبترفض كمان اعطاقهم للتعويضات من هذه الأصوات الضحية نفسها اللي حكت أنه مع أنها مش متذكرة إشي لكنها متأكدة أنه اللي اعتدى عليها مش شخص واحد وإنما عدة أشخاص وكمان أطباء اتنين من اللي عالجوا الضحية صرحوا بسنة 2014 أنه الرضوض والإصابات اللي كانت على جسد ضحية مستحيل تكون من شخص واحد وحتى ترامب كمان رجع وصرح بنفس السنة 2014 أنه تبرئتهم وإعطاؤهم تعويض مالي تعتبر فضيحة وخطأ كبير وبعد عرض المسلسل على نيتفليكس وإظهار المدعي العام الحقيقي ليندا فيرستين بصورة شريرة اللي لفقت التهم للمراهقين صارت حملات كراهية شعبية ضدها حاليا واتضررت طبعا كثير فرفعت قضية ضد نيتفليكس لعرضها معلومات مغلوطة ولتشويه سمعتها المهم اللي حضر للمسلسل يريت يحكي لنا رأيه بالتعليقات أو شو بتعرفوا عن القضية بشكل عام وما تنسوا تابعوني على الانستجرام شاء المحتوى الحصري اللي هناك وما تنسوا كما تشتركوا بقناة اليوتيوب أو تضغطوا زر الإعجاب إذا كنتوا على الفيسبوك كان معكم أيمن خيري استمتعوا بحياتكم السلام